كل صلاة نصليها الآن مثلا عند دعاء الاستفتاح تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أو تقول دعاء آخر لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن تقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا مثلا إلى آخر الدعاء يقول مثلا في الصلاة الإبراهيمية أنا أقول في العالمين إنك حميد مجيد نعم هذا ثابت صحيح هذا يقول أقول أنا صيغة أخرى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح وهذا صحيح المهم لا نقول شيء من عندنا لا من السنة هذا التنويع يجعل المسلم عندما يصلي يخشع ينتبه للصلاة يعني ليس في كل صلاة يقرأ بعد الفاتحة قلوه الله وحد لا يغير هذا التغيير في أذكار في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم